المساء الخير والسلامة والسلامة على حضراتكم وكل اللي بيتابعونا لقاء جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم افتح بيه بقلبك النهاردة ملفاتنا مهمة حكاياتنا كتيرة عايزين بقى نركز مع بعض كده من أول الحلقة في كل الأخبار اللي بتهمنا واللي بتهم مصر ويلا نبتدي على طول ونقول ان النهاردة السيد الرئيس عفتاح السيسي شهد اختبارات القبول في الكليات العسكرية حضر كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية كان في استقباله عفوا كان في استقباله بمقر الكليات الحربية الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي سيد الرئيس عودنا بقالنا كذا سنة انه مع اختبارات القبول في الكليات الحربية كلنا عارفين وكليات العسكرية ان الطلبة المتقدمين بيبقى في عدد كبير متقدم بيخضع لمجموعة من الاختبارات المتلحقة بنوعيات مختلفة تنتهي بتقييم ونتائج لهذه الاختبارات تصفر عن اختيار مجموعة تتقدم لكشف الهيئة تبقى مقابلة وحوار ومناقشة واشياء كتيرة وفقا للمعايير اللي محددها الكليات العسكرية سيد الرئيس عودنا انه بيحضر هذه الاختبارات وبيتناقش مع الشباب المتقدمين وبيتكلم معاهم وبيدردش معاهم بيتعرف عليهم وعلى ماذا يحمله في رؤوسهم بيشوف النتائج وبيشوف الكلام ده كله طبعا احنا مش محتاجين نفكر بعض ونقول ان السيد الرئيس بعد كذا سنة بيرجع نفس الدفعة دي بيحضر حفلات التخرج وتعليق الرتب وبالتالي وبيبقى طول السنين ما بين اختبارات القبول وكشف الهيئة وما بين حفل التخرج بنشوف دايما كل سنة بشكل أو بآخر السيد الرئيس بيزور الكليات العسكرية وبيحضر الصبح بدري بنشوف في الفجر التمرينات اللي الشباب بيعملوها التمرينات الرياضية وبيتناقش معاهم وبيتكلم معاهم ويتناقش معاهم ايضا في شأن الموقف المصري انا هنا بجهز زابط للقوات المسلحة المصرية مسلح بالعلم وبالرياضة وبالثقافة وبالادراك بالقضايا العامة لانه هو بيواجه نحن في حقب تاريخية وظروف عالمية مختلفة وبالغة الدقة محتاجة ان الزابط اللي بيبقى جزء من القوات المسلحة المصرية ان يكون ملائما وكفء لهذه المهمة مش بس على مستوى التأهيل العسكري وانما ايضا التأهيل الثقافي والفني والرياضي وكل الكلام ده ده احنا كلنا بنشوفه مع السيد الرئيس عبد فتاح السيسي في زياراته المتكررة للاكاديميات العسكرية من اول اختبارات كشف الهيئة والغاية التدريبات واللي بياخدوا الطلبة والطلبة المستجدين وصولا لحفلات التخرج والتفوق اللي بيحصلوا عليه النهاردة كانت زيارة من هذه الزيارات تعالوا مع بعض نشوف تأرير ماذا حدث في هذا اليوم وكيف مر ومن التقى السيد الرئيس عبد فتاح السيسي لما راح الاكاديمية العسكرية المصرية شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية حيث كان في استقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وشاهد السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الالكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها اثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله الى مرحلة كشف الهيئة كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي مشيدا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا كما حرص سيادته على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعب كما أكد السيد الرئيس أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة وأوصى السيد الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة كما شهد السيد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة حيث أكد سيادته أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنصيق بينهم بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي متمنيا للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلة بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة ومازلنا مع حضراتكم وملفاتنا الكتيرة اللي هنفتحها مع حضراتكم في البرنامج وخلونا أقول إن خلاص فاضل أيام قليلة على إننا نقف في تبور لجنة الانتخاب للانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين فاضل يا دوبك تلت أربعة أيام قبل ما نبتدي نعلم في استمارة الانتخاب اللي إحنا هنختار منها كل واحد مقرر هيختار مين حسب قناعاته وحسب رؤيته وحسب انحيازه لهذا المرشح أو زكار فاضل ثلاث أربعة أيام النهاردة سبعة وإحنا النهاردة سبعة صح؟ وإحنا هنبدأ الانتخاب يوم عشرة وحداشر واثناشر ديسمبر زي ما كلنا عارفين وزي ما شفنا في الانتخابات قبل كده بتبقى اللجنة مفتوحة من التاسعة صباحا للتاسعة مساء طب آخر أخبار التجهيز للانتخابات إيه؟ أعلن المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجن حضراتكم عارفين طبعا إنه الورق ده بيبقى محطوط في أظرف والأظرف متشمعة بالشمع الأحمر ومقفولة وبتتسلم عدد الأوراق الانتخاب بتتسلم لرئيس اللجنة العامة اللي بيوزعها على اللجان الفرعية وبيبقى الظرف أو المحتوى المغلق بيبقى فيه عدد استمارات انتخاب بعدد الأصوات المقيدة في اللجنة العامة ثم بيتم التوزيع أيضا على اللجان الفرعية خلوني أقول لكم أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقر انتخابي طبعا كلنا عارفين المقرات دي أحيانا يبقى المقر فيه لجنة واحدة وأحيانا يبقى فيه أكتر من لجنة لكن الرقم المعلن من الغيئة الوطنية للانتخابات أن فيه 11631 لجنة فرعية طبعا متوزعة توزيع جغرافي حسب المناطق وكذا كمان خلونا أقول لكم أنه الهيئة الوطنية للانتخاب حددت بإذن الله أنه يوم 18 ديسمبر يعني بعد 6 أيام من قفل باب الترشيح هيبقى موعد لإعلان النتيجة في الجولة الأولى وأنه 16 يناير كموعد لإعلان النتيجة في حالة الإعادة لو دخلنا الإعادة وأنه تم الاستجابة لكل طلبات تغيير مقر اللجان الانتخابية المقدمة من المواطنين وأنه يعني هي فيه معلومات كتيرة لكن خلوني أقول لكم أنه فيه 15 ألف قادي هيشرفوا على الانتخاب وأنه الانتخابات دي بتخضع لرقابة محلية ودولية من منظمات معنية بمتابعة الأمر والتقييم وأنه أيضا فيه متابعين أفراد خلوني أقول لكم أنه تم قيد 14 منظمة و 220 متابع دولي لعملية الانتخابات الرئاسية وأنه فيه 62 منظمة محلية و 22 ألف 450 متابع محلي كل دول هيتابعوا الانتخابات هيتابعوا العملية الانتخابية إذا كان فيه أي شكاوى مخالفات التواصل مع اللجنة العامة مع القضاء المشرفين على اللجان الفرعية وإن شاء الله كل حاجة بإذن الله يا رب هتمشي تمام والمصريين هينزلوا ينتخبوا ملايين الملايين يعبروا عن إرادتهم الوطنية فيه صندوق الانتخاب وبكرة رايب هنتفرج ورايب جدا على زي ما المصريين في الخارج عملوا زي ما المصريين في الداخل هيفجئونا أكتر ويعملوا إحنا معانا مدخلة تليفونية هنتكلم فيها عن الانتخابات المرتقبة عن التسائيل اللي هيحصل معانا الأستاذ الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب ألو مساء الخير يا دكتور سنوري فنوري حضرتك يا دكتور تنسيقية شباب الأحزاب عملت حملة اسمها انزل شارك كان المستهدف منها انكم بتدعو الشباب لانهم يعني يشاركوا في العملية الانتخابية بكسافة دكتور عملتوا ايه وكيف كانت ردود الأفعال في خلال تنفيذ هذه الحملة على الأرض احنا مبدئيا كان هدفنا الأول هو توعيد الشباب بدونهم المهم والفعال في المشاركة في العملية الانتخابية لان احنا شايتين ان المشاركة في العملية الانتخابية هي حق وواجب حق كفل الدستور لكل مواطن مصري وواجب وطني على كل مواطن مصري عشان يكون جزء من اتخاذ القرار وده قرار مهم جدا لان هو هيشارك فيه تحديد الرئيس القادم اللي هيحكم مصري لمدة 6 سنوات فشكلت التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة انزل شارك خطبت فيها كل شباب مصر وعناهم بدورهم في الانتخابات الرئاسية بدأنا نبين ليهم ازاي يكون دورهم ايجابي وازاي شاركوا بعيدا عن اختيار مرشح بعينه احنا ما بنصيش باختيار مرشح بعينه ولكن احنا بنقول ان المشاركة الايجابية هي دي الواجب الوطني على كل فرض مصر خصوصا شباب مصر دكتور انتو نزلتو للشباب في اماكنهم يعني الادوات والطرق اللي استخدمتوها للتوعية كانت عبارة عن ايه احنا عندنا منصات على مواقع التواصل الاجتماعية خاصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدنا صالونات ثقافية اتحنا فيها المشاركة لكل الحملات للمرشحين في الحملات الرئاسية كان الصالون والمناظرات بتعقد فيها اربع ممثلين بحيث ان يبقى فيه مجال مفتوح لطرح وجهات النظر المختلفة للمرشحين على قدر المساواة ابتدينا ننزل نواعي الشباب في المقابلات الحية بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي كمان ابتدينا ينطلق أعضاء التنسيقية وسط المتطوعين فوصلنا لأكتر من 3000 متطوع أمنوا بفكرة أننا نقدر نغطي الانتخابات الرئاسية في الداخل لغطينا للانتخابات الرئاسية في الخارج كل ده عمل زخم داخل القطاع الشباب وكان محفز على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القديمة توقعتك دكتور للمشاركة في دوق الحملة وفي دوق أن أنتم اقتربتم من الشباب بأشكال مختلفة توقعتك أنه حيبقى فيه نسبة كبيرة من الشباب بتشارك في هذه الانتخابات ولا إراية حضرتك للمشهد والله بعد المقابلات مع كثير من الشباب في الشوارع وبعد الشفاء في انتخابات الخارج أعتقد أن المؤشر يدل على أن الشباب المصري أصبح عنده وعي بقدر كبير بأهمية المشاركة السياسية في ظل المرحلة السياسية العصيبة اللي بيضر بها العالم أجمع أعتقد أن الحوار الوطني وخصوصا لجنة الشباب في المحور المجتمعي بعد منقشة قضايا الشباب عن قرب الشباب أصبح يدرك الآن أن الدولة وضع الشباب محل الاهتمام إن شاء الله أتوقع أن تكون هناك مشاركة إيجابية من شباب مصر في هذا الاستحقاق يا دكتور محمد المستقبل ده بتاع كنت وكل اللي بيتبني النهاردة من كل الناس الدولة وكذا كله بيشيد مستقبل للشباب فأظن أن الشباب هيبقى حريص على شكل هذا المستقبل وبناءه دكتور محمد سؤالي الأخير أنت من عارضة خلاص الانتخابات هتبدأ يوم 10-11-12 ديسمبر هل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستشارك في عملية المتابعة والرقابة والإشراف من ضمن المنظمات أو الهيئات المسجلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات وتقييمها ولا إيه بالزبط؟ بالفعل إحنا عندنا لجنة المتابعة الانتخابات في الداخل وتم استزدار تصريح بالمتابعة المحلية من الهيئة الوطنية للانتخابات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالضوابط اللي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات إن شاء الله عندنا أكتر من 3000 تطوع يعملون في 27 محافظة في 372 مركز انتخابي هيتابعوا العملية الانتخابية على مدار الساعة لمدة 3 إيام وبإذن الله تكون عملية انتخابية مشرفة والتليق بدخول الجمهورية الجديدة إن شاء الله دكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنشكر حضرتك على حوارك معنا وإن شاء الله يا رب يبقى الانتخابات المشاركة الشعبية والمشاركة الشبابية تكون يعني قوية وزات رسائل ودلالات هامة والمهم تنزل تصوت المهم تشارك طيب حكاية كمان من حكاياتنا أو ملف كمان من ملفاتنا اللي هنتكلم عنه النهاردة البيان الذي صدر من الأستاذ الدكتور دياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات البيان ده بيوضح آخر مستجدات الوضع في غزة وحديث عن المساعدات وآخر ما وصلنا إليه وعن الموقف المصري الحقيقة البيان ده مهم جدا دي لأنه كلنا عارفين أن مصري منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر مصر عندها أسس واضحة عندها موقف واضح سياسي وديبلوماسي موقف عبر عنه بجميع الطرق من أول السيد رئيس الجمهورية وزير الخارجية المصريين الإعلام الشباب هيئة العامة الاستعلامات كل هذا الموقف المصري واضح ومحدد وهو موقف له جزء سياسي وبنقوله في البيانات والمؤتمرات والأمم المتحدة وكذا وأيضا جزء بيتنفذ ويتحقق على الأرض لكن أحيانا في وسط الزحمة والدوشة أحيانا الناس أو بعض الناس بتحب تتناسى موقف مصري أو تعمل إنها ما تعرفوش فمهم ومفيد إننا كل شوية في وسط كل الأحداث اللي بتحصل نقول يا جماعة هنحب نفكركم بموقف مصر من هذه الأزمة وموقف مصر من القضية الفلسطينية وموقف مصر وممارستها على الأرض من زمان لدلوقتي ليه؟ عشان اللي نسي نفكره واللي عايز يتناسى أو بيحاول إنه يعني يتجاهل وأنا رأيي محدش يقدر يتجاهل موقف مصر إنما لا يعني بنفكر بعض طيب قال أستاذ الدكتور دياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات طلع بيانة النهاردة زي ما أنا كنت بقول قال في مجموعة من الأشياء مهمة أوي نقف قصادها كده جملة جملة ونركز قوي في المعنى وفي الرسالة اللي بترسلها مصر للمصريين وللعرب وللفلسطينيين وللعالم مهمة قوي نركز في الرسائل دي واحد مصر تجدد أسفها البالغ لقصر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوع في قطاع غزة طبعا وإنه هذه الهدنة كانت بفضل الجهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إحنا بنجدد أسفنا لكسر هذه الهدنة بس إحنا الهدنة دي تمت بالوساطة المصرية مع قطر وأمريكا وإنه بنقول بنفكر بعد أن الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجنة مقابل الإفراج عن 81 إسرائيلي و22 شخص من جنسيات أخرى كانوا محتجزين في قطاع غزة وعلى التوازي الهدنة نجحت في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقاءنا المحاصرين في قطاع غزة وإنه مصر تبزل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولا لإيه؟ لوقف الشامل لإطلاق النار حقنا للدماء الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشها هنا مهمة أوي في بيان الهيئة العامة لاستعلامات نحن بنتحدث عن الهدنة وماذا تم فيها من إنجاز على الأرض وبندين كسر الهدنة والعودة إلى القصف ثم بنقول إننا بنسعى لهدنة جديدة وهذه الهدنة الجديدة بنسعى أكتر إنها تبقى وقف إطلاق نار شامل وإنه في ظل كسر الهدنة مصر بتواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة والسعي على زيادتها بما يتناسب مع احتياجات الضرورية والعجلة لأشققنا الفلسطينيين هنا بيان هيئة العامة الاستعلامات بيؤكد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع تاني نقول مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع وإن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي كلام واضح أهو عشان الناس اللي مش عايزة تشوف الكلام الواضح بنقوله تاني وبنوضح أكتر مصر فتح المعبر ولو في أي معوقات تأتي من الجانب الإسرائيلي مش من الجانب المصري لشان بس الناس اللي بتحب أحيانا تلخبط كل الأوراق وتزوه تشوه الحقائق وتزيف كمان البيان قال أن مصر منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي واستقبال 682 مصاب وتم إجلاء 11067 من المصريين والرعاية الأجانب من القطاع بيان أيضا بيقول أن المبادئ الرئيسية يبتحكم موقف مصر عشان بس تاني بقول عشان نفكر بعض ونفكر بعض ونفكر بعض أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصر والقيادة السياسية في مصر تتحرك تجاهها بكل الجدية وأن لنا موقف سابت ويتمسك دوما بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته على حدود 67 4 يونيو 67 مع العاصمة الشرقية القدس الشرقية كمان الموقف المبادئ الرئيسية بالنسبة لمصر أن مصر تدين سياسة العقاب الجماعي وترفض الممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال واستهداف المتعمد للبنية التحتية والمستشفيات والمدارس وقصف وقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع كمان مصر ترفض سياسة التهجير القصري التي تقوم بها إسرائيل ومحاولات تهجير سكان القطاع غزة لسينة أو الدفع إليه وهو الخط الأحمر بنؤكد هو الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج هو الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني وطبعا كمان لأن ده يؤدي لتصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفرغها من مضمنها بيان هام النهاردة أطلقته الهيئة العامة لاستعلامات أستاذ الدكتور دياء رشوان بيفكر اللي مش فاكر أو اللي ناسي وبيعيد تسكرة العالم كله بمبادئنا المصرية اللي هي مبادئ رئيسية احنا بنقولها وبنتصرف على أساسها في كل المحافل العربية الإقليمية الدولية وأيضا بنتصرف على أساسها على الأرض وبما أننا اتكلمنا عن المبادئ الرئيسية اللي بتحكم الموقف المصري في شأن القضية الفلسطينية وفي شأن آخر المستجدات اعتبارا من 7 أكتوبر الجرائم وحرب الإبادة وكذا خلونا نتكلم عن حاجة مهمة قوي يمكن فيه أجيال كتيرة عمرها ما سمعت عنها كنا زمان وإحنا في المدرسة في الستينيات يمكن أجيال كتيرة ما كانش لسه تولدت طبعا وإحنا كنا زمان كانوا بيقولولنا إن هدف دولة إسرائيل من النيل للفراط إسرائيل لما طلعت احتلت سينة ورجعت ولا احتلت الضفة ولا احتلت الجلان ولا كانوا بيقولولنا دي مش عمليات عشوائية والأصل مين هدد مين فهما قرروا يحموا ايه لا لا ده هما عندهم مخطط هذا المخطط وهمن بيتصوروا أيوة والله أنا بكلمكم بجد بيتصوروا إنهم ممكن يعملوا دولة من النيل إلى الفراط الأجيال اللي بتسمع مني الكلام ده هتقول ايه الكلام الغريب ده من النيل للفراط إزاي تبو مصر والأردن والعراق والسعودية وفلسطين كل الدول دي هتروح فين كل الدول دي هتتاكل كل الدول دي هتحتل كل الدول دي هيداس عليها ويتعمل دولة من النيل إلى الفراط أو الله هما بيقولوا كده هما متصورين كده هما بيروجوا لهذا المخطط الحقيقة الشركة المتحدة من ثلاثة أربعة أيام أطلقت فيلم وثائقي اسمه المخطط من النيل للفراط فايدة الفيلم ده وأهميته إيه إن أنا ممكن أعود أحكي لحضرتك الكلام اللي أنا بقوله ده وأول ما البرنامج يخلص حضرتك تقفل وتقول إيه الكلام الغريب الأستاذة أميرة بتقوله ده نيل إيه وفراط إيه إيه لحب تتكلمه في إيه الشركة المتحدة في الفيلم المخطط من النيل للفراط قررت تجيب كلامهم هما بلسانهم هما بوسائقهم هما هما مين هما الإسرائيليين هما الصهاينة هما اللي هاجروا هما اللي احتلوا أرض فلسطين وداعميهم أمريكا وعد بيلفور هي جابت الحكاية من عندهم من عندهم هما وهم بيروجوا لوهم اسمه إن هيعملوا دولة اسمها من النيل إلى الفراط هياخدوا حتة من مصر بسينة وياخدوا حتة من العراق وياخدوا نص السعودية وياخدوا الأردن وياخدوا مش عارف إيه وإحنا كلنا ميتين وإحنا كلنا يعني مش ياريت تالي الميتين ساعتها حيصحوا يعني هما عندهم وهم هما واللي بيدعموهم إنهم في يوم من الأيام هيقدروا يحتلوا كل بلدنا ويموتونا كلنا ويبيدونا كلنا ويعملوا الدولة اللي المخطط بتاعهم بيكلم عليها وبيقول من النيل إلى الفراط لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفراط سفر التكوين 18-15 لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفراط سفر التكوين 18-15 السورة أمام حضراتكم تصوروا تصوروا إن فيه حد مفروض إنه يعني لا مش هقول حاجة حد متصور إنه الخريطة اللي كانت الشركة المتحدة جايباها مرسومة بالأحمر اللي فيها حتة من مصر وحتة من العراق وكل الأردن وحتة من السعودية وحتة من ها دي إنه هيخدوها ويقيموا عليها الدولة وإنه ما يحدث اليوم في غزة ده الفيلم اللي بيقول ما يحدث اليوم في غزة من محاولات تهجير الفلسطينيين قصريا بتصفية القضية الفلسطينية فيتصوروا إنهم كده يبقوا خلصوا حتة من المخطط والحتة اللي بعدها هيخشوا على سينة أهي أهي شايفين الخطوط الحمرة دي الوهمية دي ها هم متصورين إنهم هيعملوا الدولة دي وإن المصريين حيموتوا والسعوديين حيموتوا والعراقيين حيموتوا والسوريين حيموتوا والأردنيين يعني ما لازم يكون حتى والله ساعتها هتبقى يوم القيامة بتاعنا كله قام لإن إحنا حتى لو ميتين حنحمي الأرض دي وحيظل هذا الوهم المخطط فكرة يعني مش عارفة أقول مش عارفة يعني لازم أقول عشان أنا بتكلم في التلفزيون لازم أقول كلام رزين وعاقل يعني يعني فكرة ولا هتحسن أنا بنصحكم بشوفوا الفيلم وتفرجوا أولادكم على الفيلم عشان اللي بيحصل مبارح والنهاردة بيأثر علينا بكرة واللي حصل سنة 48 بيأثر علينا النهاردة واللي حصل سنة 48 أثر علينا سنة 56 و67 وبعدين اللي حصل 67 احنا غيرنا في 73 وبعدين كل ده كل ده في إطار دولة احتلال استطاني راح تحتلت أرض ومتصورة أنها لسه تحتل أراضي تانية ولسه هتعمل دولة ولسه هترسم لنا حدود ولسه هتموتنا كلنا طبعا ما لازم ما بقاش فيه فينا ولا شجرة ولا ولع حبا حباية رامل في الأرض أصلي لو فيه حباية رامل في الأرض هتدافع عن مصر ليوم الدين فهم لازم ما عرفش هيعملوا إيه إنما يعني اتفرجوا على الفيلم اتفرجوا على الفيلم لأنه مهم مهم نعرف أعداءنا بيفكروا إزاي وبيخططوا إزاي مهمة قوي تشوفوا في الفيلم الجملة اللي قالها الرئيس بايدن لما كان الرئيس بايدن رئيس أمريكا أيوة طبعا احنا عارفين كلنا الرئيس بايدن وأن أمريكا داعمة لما يحدث في غزة وداعمة لإسرائيل وبتقولهم ما تقتلوش المدنيين بس عملوا مش عارفة إزاي برضو بس مش مهم مش عارفة أنا هالنهار دا لازم أبقى دقيقة في اختيار الفاظي بقى دقيقة في اختيار كلامي فالرئيس بايدن لما كان عضو في الحزب الديموقراطي زمان لما كان شاب هتلاقوا في الفيلم اللي هو من النيل الفراد دا بيقول جملة بيقول لو لم تكن إسرائيل موجودة كنا عملنا إسرائيل أصلنا محتاجنا مش أنا مش أنا اللي قلت كده هو قال لو إسرائيل مكادش موجودة كنا عملنا إسرائيل لإننا محتاجينها المزهل إنه السنة اللي فاتت وهو رئيس منتخب للولايات المتحدة الأمريكية قال نفس الجملة قال لو إسرائيل مش موجودة كنا عملناها لإننا محتاجينها بس هو نسي يقول لنا محتاجها في إيه ضد مين عشان تعمل إيه عشان تحرب تحتل لأرض فلسطين ولا تنوض للفلسطينيين ولا تسعى لتحقيق المخطط الوهمي بتاع حتة من مصر وحتة من الآراء وحتة من السعودية معنا نتفرجوا على الفيلم تفرجوا على الفيلم وأنا بشكر الشركة المتحدة لأنها دايماً بقول الشركة المتحدة رأسه حربة فيه معارك الوعي مهم جداً نعرف وأولادنا يعرفه وشبابنا يعرفه ونفتكر كلنا إن إحنا بنحارب دولة احتلال وجيش احتلال مسنودين أو مدعومين أو مصدقين مخطط بيتصوروا إنهم حيقدروا يحققوا من النيل إلى الفرط ماشي بما إننا بنتكلم عن المخطط آخر حاجة حنتكلم فيها قبل ما نطلع الفاصل آخر حاجة حنتكلم فيها والحقيقة أنا عايزة أقول لكم حاجة إنه إنه فريق العمل في البرنامج كان مجهز الكلام اللي أنا هقوله لكم ده ما قبل الهدنة كنا اتفقنا إحنا عايزين نتكلم إسرائيل بتضرب المدنيين في غزة بتضرب أهلنا الفلسطينيين في غزة والدكاترة الأطباء المصريين لما استقبلوا الجرحة اللي دخلوا من معبر رفح قرروا يعملوا دراسة على الإصابات لأنه الإصابات دي والحروق دي لا تحدث من الأسلحة المعروفة المسموح بها التقليدية في الحروب إنما الإصابات بتقول أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا وإنه فإحنا كنا اشتغلنا على الموضوع ده وجهزنا بيانات وجهزنا التأرير اللي حنشوفه مع بعض كمان شوية ثم حدثت الهدنة فأنا قلت لهم يا جماعة الخير نأجل التأرير ده وإن شاء الله الهدنة تستمر وإن شاء الله نطلع من الهدنة على وقف إطلاق النار فما نحتاجش نفكر بعض بهذه الجرائم على أمل أن تتوقف الجرائم ونبتدي نشوف هنعالج إزاي وحنبني غزة إزاي وهنحل المشكلة إزاي لكن هم كسروا الهدنة وأعادوا استئناف الأسلحة المحرمة دولياً مع أهلنا المدنيين في قطاع غزة ولأنه الأسلحة دي يعني أسلحة مثلاً دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية قال إن الحالات اللي وصلت لمستشفيات قطاع غزة بتدل على أن الاحتلال يستخدم أسلحة غير معتادة وغير تقليدية وربما تكون محرمة دولياً وقال إنه رصد التواقم الطبية إن رصدت التواقم الطبية خلال الساعات الماضية إنه الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة تدميرية حارقة حيث ظهر تشوه كامل على جثمين الشهداء وحروق من الدرجة الثالثة وإزابة الأطراف السفلية والعلوية من الجسد وخلوني أقول لكم إنه الحرب دي حرب الإبادة دي قتل المدنيين ده أصفر عن 1550 مجزرة وإن الغاية النهار ده ارتفع عدد الشهداء وصلنا 17177 قتيل أو شهيد وأكثر من 46 ألف شخص أصيبوا منذ بداية الحرب وإنه 350 فلسطيني استشهدوا في الساعات الأربعة وعشرين الماضية وعايزين نقول لكم إن الأسلحة اللي بتستخدمها إسرائيل المحرمة دولياً وقتلت بها أطفالنا ونساءنا وأهلنا في غزة وشوهتهم وهم شهداء شوهت هذه الأسلحة تسببت في تشويه الجسس أما من عاش مصاباً فبيعانوا من حروق وبتر أعضاء وزي ما قلت لكم بارح وهفضل أقول لكم نحن نوثق جرائم الاحتلال وجيش الاحتلال وبنسبة إنهم بيستخدموا أسلحة محرمة دولياً سواء بقى كيميائية أو أسلحة فتاكة أو حارقة أو هقول لك أصل القانون الدولي هتقول لي قانون دولي إيه أستاذة ده بيقتلوا المدنيين وقانون الدولي مخزق عينه ومش شايف إذا بيقتلوا المدنيين وقانون الدولي مش شايف وحقوق الإنسان والاتفاقيات اللي هارونا وصدعوا لنا دماغنا بيها مش شايفة حيشوف إنهم بيستخدموا أسلحة محرمة بيحرقوا بيها ضحاياهم طبعاً مش حيشوف هم ما يشوفوش وهم يخزقوا عنيهم بس إحنا شايفين والفلسطينيين شايفين وكل العالم غير القوى المجرمة الدعمة لإسرائيل شايفة وكل هذا التوسيق سيدفع تمنه غالياً النهاردة أو بكرة تعالوا نشوف تقرير قعدوا فريق عمل البرنامج عن الأسلحة المحرمة اللي بتستخدمها بيستخدمها جيش الاحتلال بتستخدمها إسرائيل على أهلنا المدنيين الفلسطينيين في غزة ونرجع نكمل فقرات برنامجنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مطلوب مني تعليق على التقرير والحقيقة تعليقي الوحيد هو أنه لا تعليق نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات حلقتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة